لا يدخل شركاء العملية السياسية في العراق صراعا مع الشعب فقط بل يعاندون المنطقة ويظهرون مثالا للتناقض بين الأقوال والأفعال وبين وعود فجة بدت من سفهتها ألا يصدقها أحب كذا الحال مع الأحزاب في العراق خلال مواسم الانتخابات إذ يتركون بنادقهم ويخرجون من مقراتهم المحمية ليعدوا بالرفاه والإصلاح وهل بقي شيء قابل للإصلاح؟ سؤال ليس له إجابة كما ليس لوعود مقتدى الصدر مصدق فكيف يمكن لمن شارك بحكومات الاحتلال المتعاقبة وسيطر على وزارات ومحافظات أن يتبنى مطالب الشعب بالإصلاح ويصلاح يمكن أن يتبلور من حكومة تتبع للصدر الذي قالت عنه صحيفة سنداي تايمز إنه يعد بإنقاذ العراق وحركته جزء من منظومة الفساد تستعرض الصحيفة البريطانية تاريخ الصدر منذ تشكيله ميليشيا جيش المهدي المتهمة بقتل آلاف العراقيين السنة ودعائه المقاومة ثم إشرافه على تشكيل الحكومات وصولا إلى المجازر التي ارتكابها أنصاره ضد المتظاهرين في الناصرية والنجف وبغداد وانتهاءا بالانتخابات البرلمانية المبكرة التي انسحب منها ثم عاد طالبا منصب رئاسة البزراء مدينة الثورة أو صدر تقول الصحيفة إنها تعاني في ظل حكم التيار الصدري ذاته إذ تخلو من البنية التحتية والكهرباء وتفتقد حتى للمليه الصالحة للشرب هذا فضلا عن تكدس آلاف الشباب من العاطلين عن العمل في منازلهم ولن تجد بينهم من يدعم الصدر كما تقول الصحيفة وهذا ما ترجم حرفيا بالمقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات البرلمانية المبكرة نقلت الصندي تايمز عن سكان في مدينة الصدر قولهم إن الفساد متفش في جميع الأحزاب بما فيهم التيار الصدري مؤكدين أن الأوضاع آخذة بالانهيار والأمور سائرة نحو الأسوأ لكنهم حملوا الولايات المتحدة مسؤولية المأساة العراقية الطويلة باعتبارها أتت بالسراق لينهب العراق على حد وصفهم الغرب ينظر للصدر على أنه الأسوأ الذي يعرفه مقارنة بباقي الميليشيات التابعة لطهران بحسب وصف أحد الدبلوماسيين الغربيين الذين تحدثوا للصحيفة فكيف يمكن للمجتمع الدولي الاعتراف بحكومة يقودها الصدر أو غيره من القوى الموالية لإيران في العراق ترجمة نانسي قنقر